أخذت لكم مثالاً في الحلقة الماضية بخصوص تفسيري كاف ها يا عين صاد لكنني لم أستطع أن أكمل عرض المثال بين أيديكم لذا سأعود إليه هذا مثال مهم تستطيعون أن تقيسوا عليه سائر المطالب التفسيرية والعقائدية والفتوائية هكذا يعمل مراجع النجف وكربلاء وهكذا عبثوا بدينكم إذا كنتم حريصين على دينكم كاف ها يا عين صاد من سورة مريم سعد الأشعر من مشايخ قم سافر إلى سامراء الحكاية طويلة نقلها الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة وسعد الأشعر هذا أستاذ أبيه شيخ والد الصدوق والد الصدوق هو علي بن بابويه القمي وسعد الأشعر شيخه أستاذه وصديقه وصاحبه سعد الأشعر من رجال الغيبة وكذاك علي بن بابويه القمي من رجال الغيبة سعد من شيوخ القميين وعلي بن بابويه من شيوخ القميين وكذا شيخنا الصدوق من شيوخ القميين سعد الأشعر ذهب إلى سامراء أيام إمامة إمامنا الحسن العسكري وعنده أسئلة إمامنا العسكري قال له خذ الجواب من ولدي القائم فأخذ الأجوبة من إمام زماننا حينما كان صغيراً أيام إمامة أبيه الحسن العسكري من جملة الأسئلة فإن سعدني الأشعر سأل إمام زماننا آنذاك عن تفسيري وتأويل كاف ها يا عين صاد فأجابه صاحب الزمان فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطشه عطش الحسين والصاد صبره صبر الحسين الكلام فيه تفصيل وتطويل والمقام مقام إيجاز واختصار أكتفي بما قرأته من بيان إمام زماننا بخصوص تفسيري وتأويلي كاف ها يا عين صاد هذا تفسير إمام زماننا ونحن بايعنا في بيعة الغديري أن لا نأخذ التفسير إلا منهم فإذا ما جئنا إلى هذه الآية كاف ها يا عين صاد يجب علينا أن نأخذ التفسير منهم ما عندنا من تفسير هو عن إمام زماننا ونحن في أعناقنا بيعتان مثل ما أقول في المقدمة وولاية للبيعتين بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم نحن في أعناقنا بيعتان بيعة المرتضى وبيعة بقية الله علينا أن نعود إلى تفسير إمام زماننا ماذا تفعل حوزة النجف عبر ناطقها الرسمي ماذا تفعل مرجعية النجف عبر ناطقها الرسمي ماذا يفعل السيستاني المرجع الأعلى عبر الناطق الرسمي العقائدي عبر الوائلي كما قلت لكم في الحلقة الماضية الوائلي مات وولى إلى قبره وكان يمكن أن يندثر ضلاله الذي نشره في الوسط الشيعي عبر تفسيره للقرآن الذي كان يصر عليه في كل مجلس من مجالسه الذي هو الناقض لبيعة الغدير لأنه يفسر القرآن بخلاف بيعة الغدير لا يأخذ التفسير إلا من النواصب وبشكل عام الجميع يعرفون من أن الوائلي لا يفسر القرآن إلا من خلال الفخر الرازي الشافعي الناصبي رجاءً اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبتريتي الوائلي اتشقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلا والهاء هلا في العترة والعين ما اجل شنو ويقوم يسطر لكم الحكي الماجي لا هاي تفسير واي بعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجي كونها البسيطة هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال تقبلون هذا على إمام زمانكم يقول تلقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي يا عين صاد الكاف كربلا والهاء هلاك العترة والعين ما ادري شنو العين التي يقول عنها إمام زماننا عطش الحسين والعين ما ادري شنو ويقوم يسطر لك من هالحكي لا هاي تفسير هوايا بعيدة عن روح القرآن على سخص جنام الأغى يعرف روح القرآن وما يعلم تأويله يا أيها الأثول الغبي القرآن هكذا يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهل أنت من الراسخين في العلم يا أيها الغبي الأثوال البعض منكم يستكثر أن أخاطب الوائلي بهذه الألقاب وبهذه الأوصاف لكنه لا يستكثر على الوائلي أن يصف الإمام الحجة وأن يصف عقله بعقلي عجوز مخرفة أنا أقول لكم وبصراحة وبصراحة من وجد في نفسه أذى واعتراضا على وصفي للوائل بهذه الأوصاف بشكل أقوى وأشد وأعلى درجة من وصف الوائلي لإمام زماننا بتلك الأوصاف القبيحة فليبحث عن حاله هذه ما هي بصفة ابن الحلال هذه صفات أبناء الحرام وأبناء الحرام أصناف ابن الزنا ابن حرام ابن التلقيح الصناعي وفقا لفتوى السيستاني وولده محمد رضا أيضا ابن حرام فابن الزنا الزنا المعروف ابن حرام وابن التلقيح الصناعي السيستاني عبر فتوى السيستاني الأب والسيستاني الإبن محمد رضا هو أيضا ابن حرام وشرك الشيطان ابن حرام فالشيطان بحسب القرآن يشارك كثيرا من الناس يشاركهم في أموالهم وأولادهم وشاركهم هناك مشاركة في الأموال والأولاد وكذاك الذي تتكون نطفته من المال الحرام هو ابن حرام فأبناء الحرام أصناف أصناف كثيرة ما ذكرته أمثلة من أبناء الحرام إذا وجد أحد منكم أذن من كلامي وأنا أصف الوائلي بهذه الأوصاف أو أن أصف المراجعة بهذه الأوصاف وأنا أنطلق من أدب قرآنهم من أدب قرآنهم ومن أدب حديث العترة إذا وجدتم في أنفسكم رفضاً واعتراضاً بنحو أشد وأكثر ووجدتم أذية في نفوسكم بنحو أشد وأكثر من أذيتكم لما يقوله الوائلي وما يقوله مراجع النجف وكربلاء من إساءة في حق محمد وآل محمد عموماً وفي حق إمام زماننا خصوصاً فابحثوا عن حقيقة حالكم هذه صفة ابن الحرام وما هي بصفة ابن الحلال وإذا ما عرف الإنسان نفسه من أنه من أصناف أبناء الحرام عليه أن يبادر إلى إمام زمانه الذي يستطيع أن ينقذه من سوء الحالة هذه إمام زمانه فقط وفقط وهذه نصيحة نصيحة بالمجان رجاءً أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من قبح الوائلي هذا ومن قبح السستاني الذي يصر على نشر فكر الوائلي عبر الفضائيات القذرة وعبر الحسينيات القذرة وعبر الخطباء القذرين الحمير الذين ينشرون منهج الوائلي القذر رجاءً أعيد بث الوثيقة التشقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلا والهاء هلا في العطرة والعين ما أجل شنو وبهم يسطر لكم الحكي الماجل لا هاي تفاسير وعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجل هاي البسيطة هاي عقلية وحدة عدها مغزل عجوز مخرفة كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفشير لا يقبل بحال من الأحوال الوائل يصر على ضلاله هذا فمن المنبر إلى الكتاب عنده كتاب بهذا الخصوص كتاب صغير عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن وهذه الطبعة طبعة دار سفينة النجاة في الصفحة السادسة والعشرين الوائلي ينقل تفسير إمام زماننا الذي قرأته عليكم قبل قليل في الصفحة التي بعدها في الصفحة السابعة والعشرين يعلق الوائلي يعلق مستهزئا فتعالوا كي نكتشف من أين جاء الوائلي بضلاله وهرائه هذا ألا لعنة على ضلاله وهرائه ألا لعنة على منابره ومجالسه النجسة الوسخة وعلى كتبه القذرة التي يسيء فيها إلى إمام زماننا وينقض بيعة الغدير هكذا يقول وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم هو يعلم من أن الرواية عن صاحب الزمان لكنه يرفض ذلك اعتمادا على علم القنادر على علم الرجال والوائلي ليس له من علم بعلم الرجال وإنما يعتمد على الخوئ على قذارات الخوئ وضلالاته وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها لأنك غبي لأنك غبي لا تعرف وجوه كلام آل محمد فآل محمد قالوا لن تكون فقهاء حتى تعرف معارض كلامنا فإنك لا تعرف معارض كلامهم فلا أنت بفقيه ولا أنت براوية حديث إنما أنت عبارة عن سطل وعن برميل ملئ بقمامة النواصبي بقمامة الفخر الرازي وسيد قطب وأمثال هؤلاء ولهذا فإن السستانية اتخذك ناطقا رسميا عقائديا عنه وعن النجاف وهذا هو نتاج النجاف نتاج القذارة والنجاسة والقمامة ما هي الحقائق بين أيديكم هذا الوائل بصوته وبشخصه وهذا الوائل بكتابه وقلمه وتلك النجاف التي تعد الوائلية مفخرة من مفاخرها وهذا السستاني الذي كل آثام ضلال الشيعة في رقبته هو الذي أحيى منهج القذارة الوائلية أعود إلى قذارة الوائل في كتابه وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا من دون سنة أو يرويها مجاهيل وفي الحقيقة بحسب الخوع فإن رواية سعد الأشعر يرويها المجاهيل بحسب قذارات علم قنادر الخوع ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل فلا يمكن الركون إليها لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم التحكم هو القول بلا دليل ولماذا لا يكون الكاف كلام لا يكون الكاف كلام لأنك يا أبا سمير حمار مثل ما جاء وصفك ووصف مراجعك الذين تأخذ الدين منهم في سورة الجمعة الذين يحملون التوراة وهم لا يفقهونها الله وصفهم وجعل لهم مثلا مثلهم الحمار يحمل أسفارا وهذا المثل لعلماء الشيعة لعلماء المسلمين فأنت تدعي من أنك من حملة القرآن وفي كل مجلس تفسر القرآن لكنك تفسر القرآن بنحو ناقض لبيعة الغدير ترفض تفسير علي وآل علي كاستهزائك بتفسير الإمام الحجة هذا بينما تتمسك بتفسير الفخر الرازي وسائر النواصب فإنك حمار يا أبا سمير حمار تحمل أسفار ناصبية يا أيها الحمار الناصبي وأقول للذين يرفضون كلامي هذا أنا انطلقت من القرآن في وصفه بأنه حمار يحمل أسفارا لأنه نقض بيعة الغدير واستهزأ بتفسير إمام زماننا قطعا هذا يغيظكم لكن لا يغيظكم أن يصف إمام زماننا بأنه عجوز مخرف تأكدوا من حقيقة حالكم هل أنتم من أبناء الحلال أم أنكم من أبناء الحرام وأدرك أنفسكم ولماذا لا يكون الكاف كلام لا يكون هذا يا أبا سمير لأنك حمار والذين يتبعون كحمير لأن الكاف كربلاء وليست كلام هذا هو الذي قاله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء كلامك هو الهراء يا أيها الحمار ولياء يروى والعين عين العين عطش الحسين يا أيها الأخبار والصاد صبر الحسين وليست كما تقول صفصطائي وهي كلمة سوقية يا أيها السوقي لأن الصفصطائي لا تكتب بالصاد ولا تلفظ بالصاد هذه كتابة سوقية يا أيها السوقي الجاهل وإنما تكتب بالصين صفصطائي فهكذا يقول هذا الحمار الذي يحمل الأسفار الناصبية وهو لا يفقه لا يفقه أسفار أهل البيت ولا يفقه أسفار النواصب ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي وهكذا إلى أن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث كلام إمام زماننا عبث ويجب أن يصان كتاب الله من هذا العبث وكلامك أنت الصواب يا أيها الحمار ماذا تقولون أنتم أنتم شيعة أم أنتم شيء آخر أنتم بشر أم أنتم بقر ماذا أنتم أنتم جواميس أم أنتم بغال ما هذا هو نتاج حوزة النجاة وهذا هو نتاج علم الرجال وهذا هو نتاج ألوائلي وهذا هو الذي يقول عنه مراجع النجاف من أنه المكتبة الشيعية المتنقلة المتنقلة بنجاساتها وقذاراتها وأوساخها إنه القمامة الناصبية المتنقلة وما هو بالمكتبة الشيعية المتنقلة إلا إذا أريد بالمكتبة الشيعية يراد من ذلك شيعة المراجع فالمراجع وشيعتهم قمامة واضحة كل هذا يدل على أنهم قمامة في قمامة في قمامة هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات ومن دون أدنى مواربة في بيان هذه الحقائق نذهب إلى فاصل هذا هو المجلد الحادي عشر من تفسير الفخر الرازي الفخر الرازي من أئمة الشوافع من أئمة النواصب هذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية المجلد الحادي عشر الذي يشتمل على الجزئين الحادي والعشرين والثاني والعشرين صفحة مية واثنين وستين فيما يرتبط بالآية كاف ها يا عين صاد أورد في جملة ما أورده في تفسيرها ما جاء عن ابن عباس من أن الكافة تشير إلى اسم الله الكافي ومن أن الهاء تشير إلى اسم الله الهادي ومن أن العين تشير إلى اسم الله العالم وهكذا أورد أحاديث عن ابن عباس فسرت كاف ها يا عين صاد بأسماء الله بصفات الله الفخر الرازي علق على هذا من أنه لا نملك دليلا على دلالة هذه الحروف على هذه الأسماء لكنه لم يستهزئ لم يسخر مما جاء في حديث ابن عباس ابن عباس صحابي الفخر الرازي احترم ابن عباس واحترم حديثه لكنه هكذا علق عليه يقول وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز ما هي كلمات الوائل هي هي هنا فلا يمكن الركون إليها لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجاز هذا هذا هو كلام الفخر الرازي وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز إلى أن يقول فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما تحكما إنه كلام من دون دليل ها هو كلام الوائل نفسه فماذا يقول فلا يمكن الركون إليها لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجاز وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم كل الفكرة أخذها من الفخر الرازي كل الفكرة وحتى الكلمات والألفاظ لكن الفارقة بين الفخر الرازي وبين هذا الوائل الحمار أن الفخر الرازي الناصبي لم يسخر من ابن عباس وهو صحابي ولم يسخر من قوله وإنما ناقشه بهذه الطريقة الهادئة هذا الحمار أتحدث عن الوائل عن مفخرة النجاة عن مفخرة الشيعة هذا الحمار نقل كلام الناصبي وهذا نقض لبيعة الغدير ولكنه استهزأ بكلام الحجة بن الحسن وهو إمام معصوم ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عيون والصاد صفصطاء وهكذا إلى أن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله عن مثل هذا العبث فمضمون كلامه أخذه من الفخر الرازي هذه الكتب موجودة على الإنترنت يمكنكم أن تعود إليها وموجودة في المكتبات العامة وفي أسواق الكتب وكتاب الفخر الرازي كتاب مشهور وكتاب الوائل هذا موجود أيضا إذا كنتم تشكون في صدق كلامي فعودوا إليها بأنفسكم هذا مضمون حديثه أما تقييم الخبر تقييم الخبر فماذا قال ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل ماذا يقول الخوي هذا هو الجزء التاسع من معجم رجال الحديث من أقذر كتاب شيطاني نجس نقضت به بيعة الغدير وحورب به دين محمد وآل محمد كتاب شيطاني قذر نجس أتحدث عن معجم رجال الحديث هذا هو الجزء التاسع وهذه الطبعة هي الطبعة الخامسة المنقحة والمزيدة 1992 صفحة 77 رقم الترجمة 5058 في ترجمة سعد بن عبد الله الأشعري قطعا هم يمدحونه لا يستطيعون أن يذموا سعدا هذا هو الأسلوب الشيطاني يمدحونه ثم يقدحون في الروايات شيخ هذه الطائفة سعد الأشعري الذي نقل الرواية لنا شيخ هذه الطائفة وثقيه ووجهها هذا الكلام نقله عن النجاش عن رجال النجاش الذي اسمه الحقيقي فهرست النجاش فالخوئي هنا نقل هذا الكلام عن النجاش في تقييم سعد الأشعري شيخ هذه الطائفة وثقيهها ووجهها في الصفحة الثامنة والسبعين من الجزء التاسع من الكتاب الشيطاني القذر معجم رجال الحديث للخوئي في الصفحة الثانية والثمانين من هذا الكتاب النجس القذر يقول الخوئي وهذه الرواية الرواية التي جاء فيها تفسير كافها يا عينصاد وهذه الرواية ضعيفة السند جدا ضعيفة السند جدا لماذا لأنها تشتمل على مجاهيل فإن فلانا كذا وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل الوصف الذي ذكره الوائل من أن الرواية رواية مجاهيل أخذه من هنا من هذه القذارة فكل ما في هذا الكتاب قذارة من الفخر الرازي وقذارة من الخوي هذا كل الذي جاء به الوائل في حديثه عن تفسير إمام زماننا في كتابه هذا نحو تفسير علمي للقرآن نحو تفسير ضراطي نحو تفسير ضلال نحو تفسير سفاهة أي تفسير علمي للقرآن هذا ضراط في ضراط وضلال في ضلال بعضه مأخوذ من ضلال الفخر الرازي وبعضه مأخوذ من ضلال الخوع ومات الخوع وهو لا يعتقد صحة كتابه أراد أن يصححه فمنعه أولاده وحشيته لأنه غير رأيه أكثر من مرة فيما ذكره في كتابه القذر هذا قطعا يغير رأيه إلى الأسوأ لأن مراجع شيعة كبول البعير هكذا علمون والخوع بالذات عقائده في أوائل حياته أفضل بكثير من عقائده الضالة في آخر عمره كتبه شاهدة على ذلك وقد عرضت لكم هذا بالوثائق والحقائق والدقائق وهذه ظاهرة عامة في مراجع النجف وكربلاء عقائدهم في بداية أعمارهم وإن كانت ضالتان لكنها أفضل بكثير من عقائدهم في آخر أعمارهم لأنهم يرتكسون في النجاسة إلى أبعد الحدود ولذا دائما أقول من أن مسيرة مراجع النجف وكربلاء كبول البعير إلى الوراء كتبهم دالة على ذلك دروسهم دالة على ذلك واقع حياتهم دال على ذلك يبدأون بالضلال وينتهون بما هو أضل وقد أثبت هذا من خلال كتبهم بالوثائق والحقائق عودوا إلى برامجي وتأكدوا من ذلك بأنفسكم فهكذا يقول والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل وهكذا يقول الخوع في كتاب خذارته هنا وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل من أين جاءنا الخوع بما يقوله هنا وهذه الرواية ضعيفة السند جدا لقد نقل الكلام عن رجال النجاش والخوع لا يمتلك نسخة أصلية وأتحداكم أن تدعوا ذلك أين هذه النسخة الأصلية ونسخ النجاش متناقضة على أي حال هذا الكتاب المزبلة الذي هو رجال النجاش هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس صفحة 177 رقم الترجمة 467 سعد ابن عبد الله إنه الأشعري القمي الذي نقل لنا الرواية التي تجتمل على تفسير كاف ها يا عين صاد عن إمام زماننا فماذا يعلق على هذه الرواية النجاش يقول ورأيت بعض أصحابنا منهم لا ندري يضعفون لقاءه لأبي محمد عليه السلام لأبي محمد لإمامنا الحسن العسكري حيث سأل سعد صاحب الزمان في سامر أيام إمامة أبي ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد عليه السلام ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه من هم هؤلاء لا يوجد سند لهذا الكلام هذا كلام من دون سند هذا هو الذي أقوله لكم هؤلاء الرجاليون حتى لو نقلوا كلاما ينقلون كلاما من دون سنة لكن الخوع الأثول والوائل الأثول والمراجع الثولان يأخذون الكلام الذي هو من دون سنة ويضعفون أحاديث أهل البيت من خلال أسانيدها بكلام لا سند له هؤلاء حمير أو ليس بحمير ماذا تقولون أنتم في أحسن الأحوال حمير وإلا فإنهم شياطين أنجاس أنا لا أريد أن أصفهم بهذا الوصف من أنهم يعادون محمدا وآل محمد إنما يعادون محمدا وآل محمد بجهلهم لأنهم حمير اتخذهم الشيطان حميرا هذا هو كلام النجاشي من دون سند فكيف نأخذ كلاما من دون سند من كتاب مزور لا نمتلك منه نسخة أصلية والنسخ الموجود متناقض ونأخذ به ونضعف رواية رواها الصدوق في كتاب ألفه لأجل إمام زماننا والرواية مأخوذة عن سعد الأشعري الذي كان أستاذا لأبيه وكان أبوه صديقا وصاحبا لسعد الأشعري والصدوق عاش في تلك الفترة في قوم كل هذا لا يؤخذ بنظر الاعتبار ولكن الذي يؤخذ بنظر الاعتبار هو أن نسير في المسار الناصبي أن نعتمد قواعد علم القنادر صدقوني كل الذي عندكم من دين بهذه الطريقة بهذه الطريقة الفتاوى الرسائل العملية التفسير العقائد كل الذي يتحدثون به لكم عبر الفضائيات وما يتحدث به هؤلاء الخطباء الحمير وقطعا هؤلاء الخطباء الحمير لا يفقهون شيئا لا من علم الرجال ولا من الكتب الموسوعية إنما ينقلون الكلام من هنا ومن هنا وما يتعلمونه من الأساتذة البغال في الحوزة الذين يأخذون ضلالهم من المراجع الأوباش هؤلاء أوباش أو ليسوا بأوباش ينقلون عن كتاب ليس مبثوقا وهذا الكتاب الذي ليس موثوقا مؤلفه ينقل كلاما من دون سنات هكذا يقول ورأيت بعض أصحابنا من هم هؤلاء نحن لا نعرفهم الوائل يقول هذه الروايات أرسلت إرسالا ما هو هذا الإرسال هذا الإرسال نحن لا نعرف هم من هؤلاء ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد من هم هؤلاء وعلى أي أساس يضعفون ما هو دليله ثم من قال من أن النجاش نقل هذا الكلام إذا كنا نشك في كتابه حتى لو صدقنا كلام النجاش فعلى أي أساس ضعف الرواية لا يوجد دليل ما هو مصدره مصدر النجاش لم ينقل عن كتابه ولم ينقل لنا عن أشخاص كي نعرفهم بأسمائه وحتى لو نقل الأسماء من يقول من أننا نعرفهم وأن توثيقا لهم في كتب الرجال هذه لعبة شيطانية بأسمائه بهذه الطريقة يستهزئ هذا الوائل الحمار وبتأييد من السيستاني يستهزئ بإمام زماننا ويصفه بالعجوز المخرفة رجاء أعيد بث الوثيقة لعل غيرة في نفوسكم لا أعتقد ذلك لا غيرة عندكم أنتم تأخذكم الغيرة على الوائل حينما أصفه بالحمار وهو وصف قرآني لأنه لا يفقه القرآن القرآن وصف الذين لا يفقهون القرآن من أنهم حمير يحملون أسفارا وهذا الوائلي لا يفقه القرآن فهو حمار يحمل أسفارا كالمراجع الذين يأخذ منهم فهم حمير أيضا يحملون أسفارا وإلا هؤلاء المراجع الذين يطلبون من الشعة أن يتمسكوا بمنهج الوائلي ويطلبون من الخطباء أن يسيروا على منهج الوائلي هؤلاء هم حمير أيضا لا يفقهون القرآن لو كانوا يفقهون القرآن بحسب بيعة الغدير لما طلبوا من الشعة أن يأخذوا التفسير والقرآن من الوائلي الذي هو ناصبي في تفسيره وحمار فيما يقول بحسب القرآن أنتم تستكثرون هذا الكلام علي وأنا أستدل بالقرآن وأستدل بكلام الوائلي وبالحقائق والوثائق ولكنكم لا تستكثرون على الوائلي أن يصف إمام زماننا بأنه عجوز مخرف رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التشقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلا والهاء هلا في العطرة والعين ما أدري شنو ويقوم يسطر لكم الحكي الماجي ما أدري هاي تفسير وعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجي كونها البسيطة هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة كلام لا يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال صدقوني صدقوني هذا المثال أنا جئت به وطولت في شرحه وبيانه لأن كل ما عندنا في الجو الشيعي بهذه الطريقة بهذه الطريقة يقولون لكم هذه حقائق ولكن إذا ما ذهبتم للبحث وراءها فإنها ستظهر لكم بمثل ما أظهرت لكم هذا المثال وقد عرضت للكثير من الحقائق وكشفت عوراتها حينما حينما أتحدث عن الحقائق التي يقولون لكم من أنها حقائق ما هي بحقائق إنها جهالات وضلالات وقد كشفت عن الكثير منها في مئات ومئات من الساعات بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على الحقائق بالوثائق والأدلة والشواهد والمصادر من خلال كتبهم وبشكل مباشر وأنا لا أنقل بالواسطة أذهب إلى المصادر الأصلية وأذهب إلى الكتب التي هم يفتخرون بها ويعدونها من مفاخرهم وأنا لا أنقل عن شخصيات الشيعة تشكك فيها أنا أنقل عن كبار المراجع الذين تقدسهم الشيعة وأنقل عن كبار الخطباء الذين تقدسهم الشيعة أنا لا أنقل عن الوهابيين الذين يهاجمون الشيعة ولا أنقل عن الصغار من جحوش الحوزة وحميرها الصغار أنا لا أنقل إلا عن الكبار وعن كتبهم الموجودة في المكتبات وعن أقوالهم التي يتمسكون بها إلى الآن فاكتشفوا حقيقة حوزة النجاة واكتشفوا ضلال الدين الذي بين أيديكم هذه هي الحقيقة الواضحة والناصعة البينة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر